ترجمة نانسي قنقر في اليان مذكرة التفاهم ثلاث سنوات يتم خلالها تدريب عدد من الباحثين عن عمل وتوظيفهم في قطاع الضيافة وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد حميدان أن الوزارة مستمرة في توقيع مذكرات التفاهم مع مختلف القطاعات الإنتاجية لإدماج الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص لافتا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تكثيف الجهود التي ستسهم في تحقيق تطلعات الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطبيق خطة التعافي الاقتصادي وتحقيقا لأهداف برنامج فرص الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد منوها إلى أنه تم تدريب وتوظيف ما يقارب من 500 باحث عن عمل منذ تدشين البرنامج من جانبه قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن التوقيع جاء انطلاقا لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جعل المواطن البحريني الخيار الأول في الاستثمار وتنمية الكوادر الوطنية لخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين في الشركات والمؤسسات وذلك في سبيل الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي